اشتركوا في القناة في العالم يتم انشاؤها من قبل دولة نامية لمساعدة دول نامية اخرى وتوسعت ادوار الصندوق ليشمل استفادة عدد من الدول النامية في المنطقة العربية وقارات افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية واوروبا كما استمر في دعم الدول المنكوبة بالكوارث الطبيعية والصحية والحروب كما برز دوره في التخفيف من اثار كورونا على الدول والفئات الاكثر عرضة للاثار السيئة للجائحة عسيف يلتقي الليلة مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله ثنيان الغانم جهود دولة الكويت في المساعدات والتنمية العربية والعالمية دائما منذ سنين ماضية الكويت لها يد الخير والمساعدات في هذا الجانب وصندوق التنمية الكويتي هو من يمثل هذا الجانب الخارجي تبع السياسة الخارجية للكويت بدعم مشاريع تنموية ودعم أيضا الشعوب المنكوبة وغيرها من المحتاجين في هذا الموضوع ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الصندوق وآلية التعامل مع هذا الصندوق في الظروف الخارجية للدول سواء كانت العربية أو العالمية رحب فيك أبو عبدالله الأستاذ مروان الغانم مدير عام صندوق الكويتي للتنمية العربية رحب فيك نقولك يا هلا ومرحبا فيك حياك الله أخي طالب وقتصرار وحيا الله بالمشاهدين وأنا سعيد أن يكون موجود معكم حياك الله من أورنا أكيد اليوم كثير من الأمور اللي رح نطرق لها من خلال القروض الميسرة التي تقدم من خلال الصندوق من الدول اللي ممكن مستفيدة من هذه القروض طريقة عملية تزديد القروض هل في ناس ساعات نسمع ما بين الشارع الكويتي نقدر نقوله المجتمع الكويتي ساعات أي خبر نقرأ لأي قرض خارجي ليش ما صار التعديل عندنا فأكيد هذه الأمور كثيرة رح نطرق لها اليوم ونتكلم عنها وفعلا الناس محتاجوا هذه النوع من الأجوبة صحيح ونبقى نحط النقاط على الحروف بو عبدالله خاصة في دوركم الخارجي عن طريق هذا الصندوق إذا اليوم بغينا نتكلم عن يعني يصفكم الكثيرين من الكويتين اللي متحسرين على بلدهم أن اليوم صندوق التمية قاعد نشوفه يساهم ويساعد في مشاريع ضخمة وكبيرة ومميزة زين وين دور المحلي في الكويت ليش ما يساعد ويساهم في حل مشاكلنا في الكويت ليش قاعد يساعد اللي بره وإحنا على قولتهم القريبون أو الأولى في هذه المساعدات مشكور على هذا السؤال وأعتقد عندي الوقت اللي ناخد راحتني أول شيء نتفقين الصندوق الكويتي عندما أنشئ عام 1961 أنشئ أساساً قانون الأساسي لمساعد الدول العربية والدول النامية الأخرى في دعم برامجها الاقتصادية ومشاريح التنمية هذا القانون الأساسي للصندوق الكويتي جميل استمرنا على هذا الحال لقاية 2003 يعني ما يزيد عن 40 سنة القانون واضح العمل في مساعدة الدول الخارجية ما كان لنا أي دور محلي حسب قانون إنشاء بالألفين وثلاثة عد القانون عد على مرحلتين عد بداية كان على أساس أن يساهم الصندوق الكويتي في تمويل مشاريع داخلية داخل الكويت حددت قطاعات معينة الإسكان وبما لا يزيد عن 25% مرة أثمان الصندوق الآن الآلية وشون تصير هنا كان شوية الخلاب فكان أفضل رأي ذاك الوقت اللي خذوا للإخوان بالتعامل مع دارة المالية هو دعم بنك التسليف والإدخار ذاك الوقت اللي هو حاليا بنك الاعتماد إذن 25% مرة أثمان الصندوق في القضية الإسكانية في مشاريع المحلية وذاك الوقت مثل ما قلت الكورتين أفضل حل هو دعم موارد بنك الاعتماد صدر مرسوم في ذاك الوقت سماح لبنك الاعتماد بإصدار ثاندات لصالح الصندوق الكويتي بمبلغ 500 مليون جينار كويتي لمدة 20 سنة بفائد 2% فهذه أول بداية عمل الصندوق في الدور المحلي أي سنة كان المرسوم أبو عبدالله؟ تقريباً بال2003 دماني تقطع ومن ذاك الوقت صندوق الكويتي شارع السندات ومستمر في الدعم مستمر حين يكمل قصتها بعد هذا التعديل حصل تعديل آخر لطلب من الصندوق أيضاً أنه يخصص 25% من صافي إراداته السنوية لدعم المؤسسة العامة لرعاية السكنية هذه بشكل سنوي 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 الآن 500 مليون سندات أصدرت في 2003 مدة 20 سنة بدت تستحق السنة الماضية جاء مجلس الأمة تذكرون المجلس السابق وكان يحاول يطلب أن ندعم بنك الاعتماد بمبلغ 800 مليون دينار قلنا لا نستطيع تأثر على عمل الصندوق تم الاتفاق على أن دعم البنك من احتياط الصندوق الكويتي ب300 مليون دينار كويتي وتجديد السندات لمدة 20 سنة أخرى فالآن يعني 500 و500 مرة ثانية هذه مليار صحيح و300 من احتياط الصندوق لبنك الاعتماد هذه مليار و300 الخمسة وعشرين في المئة سنوية من صاف الإيرادات لدعم موارد المؤسسة العامة للعاية السكنية الآن لحد الآن الدفع للمؤسسة العامة تقريبا ما يزيد عن 400 مليون إذا أقرضت الحسابات الختامية للصندوق الكويتي لـ 2021 و21 و22 الموجودين في مجلس الأموة سيحول تقريبا مبلغ ما يزيد عن 100 مليون فهذه تقريبا 600 مليون دينار لرعاية السكنية فوق هذا عندك اللي حنا نسمي طبعا دورة الكويت جزء من العالم والتزامات الدولية لها عضويات واشتراكات في مؤسسات دولية البنك الدولي البنك الأفريقي المؤسسة الدولية للتنمية الزراعية هذه كلها دولة الكويت تدفع اشتراكات ثانوية فيها في رأس مالها وفي إزاداتها الصندوق الكويتي يقوم بهذا الشيء هو اللي سدد هو اللي سدد إحنا الاتزامات الاتزامات نيابة عن حكومة جرد الكويت تقريبا 700 مليون سدد منها الآن ما يزيد عن 400 مليون دينار كويتي فوق هذا عندنا الدور المحلي عندنا برنامج تدريب المهندسين الحديث التخروج لحد الآن فوق 800 مهندس على مدى السنوات الماضية تم دعمها الشركات المحلية بطريقة مباشرة هذه الكوادر اللي موجودة في داخل الكويت المهندسين الكويتين حديث التخروج نعم في داخل الكويت في داخل الكويت شون يتم دعمهم من خلال عندنا دورة سنوية دورتين بالسنة ناخذ 60 مهندس حديث التخروج طبعاً يتغجم لنا ميتين ميتين وشيء طبعاً حس بكرتيريا احنا ما نتدخل بها حتى لأن في إلجنة مكونة من قرفة التجارة ومن جامعة الكويت ومن الصندوق تصير كأنها تنمية مهنية قبل دخولها هو تأهيل مهني لأن تعرف القطاع الخاص شوية ودي يأخذ واحد عنده خبرة وبين وبينك كوادر أو خرديجين بيضون الوي بعضهم لأن تعرف البرنامج 13 شهر ثلاثة شهر بالكويت ستة شهر برضا بعدين ثلاثة شهر بالكويت أثمرت هذه الدورات نعم أثمرت مو بس أثمرت يعني في قصص نجاح في بعضهم أذكر ما يحظرني اسمها في بريطانيا أخذتها الشركة البريطانية شميل وفي تخصصات في الهندسة معينة وبعد ما اشتغلت عثمت سنتين كان عثمت بالتزوج جاءت لكويت افتحوا لها فرع هنا شميل في تخصصات في الهندسة معينة يحتاجونها أو يتم التدخيز عليها الهندسة كافة تنواحها لكن في نسبة وتناسب يعني نأخذ عدد معين من المعمار نأخذ عدد معين الصناعي نأخذ عدد معين نأخذ المهندسين بالذات سبل وورك لأنه باقتصادها لأنه تعرفين الشيء يذكر لأنه في دورة أخرى في العام للتثمار خاصة بإدارة العمال والفاينانس هناك دورة أخرى ثانية في مؤسسة العام للتأمينات خاصة بالآي تي والقانونيين فكام مؤسسات قاعدين رائع هذا الشيء صحيح أبو عبدالله خن خن نوضح أمر معين يمكن يكون غائب عن كثير من الناس اليوم هذا الصندوق عنده أموال أموال ضخمة يساعد فيها ويساهم في إقراض الدول ومشاركات خارجية هذه الأموال هل أنتوا تأخذون نسبة سنوية من ميزانية الدولة تأخذون شيء من الدولة تحطونا في هذا الصندوق كيف تستثمرون هذه الأموال إنشاء الصندوق يعني رأيتم هذا الصندوق منذ الإنشاء من مليونين إلى ميتين إلى ألف إلى ألفين تعدل فكان من الأساس حسب القانون الحكومة تدفع سنويا جزء لرأس المال المدفوع منذ الإنشاء لقاية 82 86 دفعت الحكومة 970 مليون دينار من أصل 2000 في ذاك الوقت إذا ما أني كنت قلطان كان وزير المالية في ذاك الوقت كنا نتاب يرأيت مجلس إدارتنا وزير المالية المرحوم جاثم الخرافي نعم جاثم الخرافي ارتقوا بمجلس الإدارة أنه أصبح الصندوق الآن عدى ما يقولون وقف على ريو لا يمشي فارتقوا أنه خلاص يعتبد على نفسه فمن أصل 2000 مليون المفروض لحكومة تدفعها ما دفعت ل 970 ما أخذت ل 970 ما دفعت ل 970 ومن ذاك الوقت ما أخذت من الحكومة شيء ما أخذ من الحكومة وهذه المبالغ هي التي تستثمرونها وتكتبر نستثمرها نعم أصبحت 2000 مليون كرأس مال مدفوع وتقريبا 3 مليون كاحتياطي نعم كيف يتم الاستثمار في هذه الأموال هل من خلال عائدات القروض أم في طريقة أو آلية أخرى للاستثمار عائدات القروض يعني عائدات القروض سنوية تجيني ما بين 40 إلى 70 هي تشكل تقريبا 25% من إراداتي 75% تجي من محافظ الاستثمارية المبلغ الذي لدي أنا استثمره نعم الأقوان يعني عندي نخبة في إدارة الاستثمار شقالين بس السنة الواحد الأوضاع الاقتصادية شوية معاورة صحيح سوين يعني شغلت ذين هذا الإرادة قاعدة يجيني نعم طيب إذا نتكلم عن العائدات شون يتم الاستفادة منها على قولتك هي نسبة قد تكون شوية ضئيلة هي العائدات من القروض ترجع بالقروض هي اللي تشقني بالإضافة إلى الإرادات اللي جاية من الاستثمار نعم بشكل عام كرة أسمال الصندوق يتم من خلال العائدات من خلال استثماركم للاستثمار الخارجي للمشاريع الخارجية استثمار محافظة استثمارية خارجية محافظة استثمارية نعم جميل قبل شو عبدالله تكلمت أن أنت تساهمون في دعم الجانب الإسكاني في الكويت وتكلمت عن المبالغ المدفوعة جوانب أخرى نتكلم عن الكهرباء نتكلم عن الماء نتكلم عن بعض المشاريع هل لكم دور فيها؟ طبعا أنا قلت لك قلت لك كقانون التزمت فيه بالكامل 25% من رأس المال سنة ذات صادرة 25% من الإرادات فكقانون أنا التزمت صحيح جينا الآن في الدور المحلية يعني فيما بعض ساعت الخدمة المجتمعية نسميها أو شي جت عندنا أول شي أول شي جاتنا هيئة الربط الخليجي وهي هيئة هيئة خليجية صحيح أعضاء هاد والمجلس تعاون كان اللي هي أنشيت عشان الربط الخليجي جو جونا بطلب أن تقديم قرض النظر في تقديم قرض للربط الشبكة الخليجية مع جنوب العراق كطلب هذا عادي وشغلي الحلو في الموضوع لما نقدمون الدراسات ودرسنا شسمه الفكرة كانت أن التوفير 3000 ميجاوات تيار كهربائي يأتي بمحطة الفاضلة يمر بالكويت يروح للعراق لجنوب العراق العراق ستستفيد بس ب500 ميجاوات الكويت ستستفيد من 2500 ميجاوات فهذا ادعمت الشبكة المحلية صحيح عن طريق قير مباشر بقرض لهيئة ربط الكهرباء الخليجي عندنا بعدين كان عندنا مشروع اللي هو سويناه بالتعاون مع ما حد البحاث عنده دراسة بالتعاون مع اليوان هابيتات اللي هو موضوع القبار الحبر بالكويت هذا بعد وقت همسة وضجة ليش ما تزرعون العبدلي ما أدري شنو الدراسة الكويت تتأثر إذا ما خانتني الذاكرة بخمس أو ثمن مسارات هوائية للقبار من إيران والعراق وسوريا الدراسة حددت مسار واحد يبتدي من اعتقد محافظة صلاح الدين في العراق سماوة ما سماوة تيار هوائي يحمل القبار من هناك يمر بالكويت يوصل إلى قطر صحيح حسب الدراسة هذا القبار يعادل 40% من القبار اللي يأتي على الكويت إذا ما خانتني ذاكرة الغبار الأحمر هو غبار اللي صار الفترة اللي طافة صحيح اللي صار فالدراسة الفكرة أن بمبلغ 4 مليون دينار حسب الدراسة اللي قال اللي عدوها المحد لبحاث مع المنظمة اليوان هابيتات أن مو يعني مو زراعة العراضي هناك بالمفهوم اللي حنا نفهم الزراعة بقدر ما هي معالجة التربة التربة نعم بالتعاون مع مع جامعات جامعة بقداد إذا ما أنا قلطان بحيث أن ينتج عنها أن التربة في ذيك المنطقة تثبت وبالتالي يخف عليك القبار بنسبة 40% إذا زراعة الأرض اللي في العراق الفائدة المرجوة من هذه الجراعة أنها تمنع الغبار من دخولها لكويت وقطر وقطر نعم وسيرانا طيب نتكلم عن نقطة جدا مهمة يمكن صارت في الفترة الأخيرة ونوع من المطالبات في أخذ الموافقة من مجلس الأمة قبل تنفيذ أي قرض لأي دولة خارجية أبي أخذ رأيك في الموضوع أنا بيشوف نحن الخبر مع بعض ونعلق عليه الخبر رح يكون إن شاء الله باتر هذا المانشيت صندوق التنمية توقف مؤقتا عن الإقراض الموافقات مواجهش قائم هذا رح يكون باتر إن شاء الله عدد باتر آه أوكي أنت طبعا معه ولا هذه الفكرة مطروحة لا هو أعتقد لا أنا هو الخبر أنه لأنه فرنا فترة ما وقعنا شي لأنه ما عندي مجلس إدارة نعم قروضنا يجب أن يوافق عليها مجلس الإدارة فهذا السبب نعم هذا السبب يعني لم تتوقف القروض لإقرار هذا القانون أو هذا التشريع يا جماعة الخير أنا ما أوافق على قرض مؤسسة قائمة فيها مجلس إدارة صحيح حسب قانونها شوف الطلبات تأتي من الدول المختلفة تجي للصندوق طلب قروض طلب طلب تمويل مشروع جميل معاي يدرس على مستوى الجهاز الفني في إدارة العمليات في الصندوق وتعد في مذكرة أولية تعرض عليه بطلب برفع توصية لعرض المشروع على لجنة القروض المبثقة من مجلس الإدارة نعم نعضع مجلس الإدارة نرفع مذكرة مدير عامل للجنة وترفع اللجنة ترفع توصيتها لمجلس الإدارة الآن الآن مجلس الإدارة يوافق على توصية اللجنة بالنظر من حيث المبدأ في تمويل المشروع نعم تعطيني الضوء الأخضر أني يبدأ تصبح بالدولة عطيني الدراسة عطيني 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 تروح بعثة فنية من الصندوق الكويتي من الجهاز الفني من الخبراء مهندس اقتصادي قانوني وجلهم كويتيين يدرسون المشروع على أرض الواقع في الدولة المعنية ويجمعون البيانات كلها ويعني يفصلون التفصيل كامل من الدولة يأخذون كل البيانات ويعدون الاتفاقية الأولية يوقعونها بالأحرف الأولى مع الدولة ويردعون الصندوق يعدون ما يسمى حين عندنا بالتقرير الفني المشروع كامل من بدايته البيانات الاقتصادية للدولة البيانات الاقتصادية والمالية الوضع الاقتصادي للدولة الجهة القائمة بالمشروع المشروع نفسه مبرذرات المشروع التوصيات ويناقش على مستوى إدارة العمليات مرحلتين هناك لجنة متخصصة تناقش الفريق بعدين يعرض على الإدارة كلها باجتماع يكون أنا ترأيته ويناقش الأخوان مع الفريق كله نفلي النمل على ما نقول صحيح معنى كلامك ابو عبدالله أن لو يطرح أي قرض على مجلس الأمة ما رح يكون أدق منكم وحرصا على إعطاء هذا القرض بالشكل الذي تكلم خطوات دقيقة جدا يعني ما رح يكون عندهم اللجان التي ستدرس هذه القروض كثرة أعتقد كلاب صحيح بالضبط أنت لا يمكن أن يحدث في مجلس النمو وأقول لكم مرة ثانية شو بتقرير نهائي لمجلس الإدارة بعد يتم وافق أولا عشان يوافق عليه نعم جميل بيك الساعة لما يوافق عليه مجلس الإدارة أقدر أدعي أو أوقع اتفاقية القرض مسلم معاك بعبد الله وعندنا أيضا أسئلة ومحاور كثيرة لكن رح نطلع فاصل وبعدها نرجع لك شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغانم كنا نتكلم عن موضوع قبل شوية ذكرنا موضوع مجلس الأمة وهل في ممكن مطالبات لتصرع الموافقة على القروض أو لا قبل التنفيذ نبروح لين حق في الرقابة التشريعية على الصندوق هل في دور لمجلس الأمة حق في الرقابة التشريعية صندوق مؤسسة كويتية مؤسسة حكومية كويتية يخضع لرقابة دوان محاسمة نعم يخضع لرقابة الرقابة المالية مدقيقين الماليين وكذلك مجلس الأمة الميزانيات الميزانيات تعرض على مجلس الأمة ومجلس الأمة أي وقت توجهت إلي يعني وجهت لكم أسئلة من سنة الماضية إذا مخرت نتذكر يمكن 80 سؤال نصيب الصندوق نعم جميل أنا اليوم أريد أن أسألك سؤال وقد يكون جريء شوي أبو عبدالله لكن هذا سؤال يعني يتوارد عند البعض أخي نقول من متابعين عمل الصندوق دائما قروضكم لدول العربية والعالمية واضحة أن تقرضون الدولة الفلانية مبلغ بهذه القيمة أو تشاركون فيه مشروع وأمركم يعني علني اليوم لما تقولون سنقرض جمهورية مصر العربية هناك أصوات قد تكون عندها حساسية وأنا أعتبر هذه عنصرية لكن موجودة هذه الأصوات واليوم نحن نريد ردك على من يقول أن تقرضون مصر ما ترد لكم الفلوس ما تعطيكم فوائد الطيحون قروضها تعطون فلوس وإحنا أوله هذه كلها أسئلة ويمكن سمعتها أبو عبدالله وكلنا نسمعها خاصة في موضوع جمهورية مصر العربية وأنا أكون جريء وأقول يعني على قولتهم ما يحدث الآن في خنقول للبعض يعني البعض قلة قليلة لكنها أصوات موجودة شنو اليوم ردك على هذه التحامات يقولك الموضوع سياسي مرواه ما يجب شوف عزيزي خلينا نكون واقعيين واحد بالإجمال قروضي قروض سيادية لا تلقى لا تلقى نهائيا جميل لا تلقى إلا بقانون يعني لو بيجي وقت أحد يفكر يقول والله بلقي قروض دولة ما لازم أروح مجلس الأمة لغيته قروض على مصر لا نهائيا جميل هذه وحد قالت على مدى عمر الصندوق ستين سنة لم يتم إلقاء أي قرض نكون واقعيين ألقيت بعض الفوائد مش القرض مش الأصول بعض الفوائد وكانت لها حاجتها في وقتها عندما ألقى المغفور له الشيخ جابر الأحمد الله يرحم وقمد الجنة في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة خلال الاحتلال العراقي لغاش من الكويت وكان لظرفه ولقيت الفوائد الفوائد فقط فقط الفوائد وأصل الدين رجع أنا كنت بالكويت بس الأخوان كانت في محاولات أن يصير إلقاء قرض بوقتها مقدر إذا جمهورية مصر العربية لأزها بسداد جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التزاما بسداد القروض جمهورية مصر العربية تسدد لسنويا ما بين 30 إلى 40 مليون دينار كويتي أتوقع هذه نسبة كبيرة من إرادات الصندوق نعم أذكر أنا 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 أنضميت الصندوق بال85 اشتغلت في المصرفية أذكر أذكر من أحد الملفات اللي كنا راجحوا هذا مصر فقط كانوا بوقت المغفور لأرحمها الرئيس السادات أنور السادات موضوع كام ديفيد وصارت مقاطعة مش عارف مش عارف صحيح إذا يعني اللي أذكره كان يعني قريت صانت لي قريته طلب التأجيل سادات قصد في المدة ستة شهر فقط نعم بالتاريخ كل هذا اللي أنا قريته فمصر ملتزمة بالسداد نعم غير هالكلام اللي يقول هالكلام خلي ترحنا ما عندنا شيئا يمكن البعض يتكلم في هذا المنطق لأن يقولون والله في بعض الدول قد تكون دول نامية دول قد يكون اقتصادها ضعيف قد يكون البعض يشكك في قدرة هذه الدولة على سداد قيمة القرض أو حتى فوائد فهني هل في آلية لطريقة عملية تزديد القروض لهذه الدول اللي قد تكون فعلا يعني اقتصادها قد يكون ضعيف أكيد لا تحصل وفي مبادرات دولية دولية وبعد ساعات دول تمر في كوارث أكيد تصير فتصير فيها عجز قرضي قاعد قاعد ما راح يسقط أخذ 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 بس صير في ترتيبات أكيد جدولة جدولة مقرض جدولة صحيح يعني جدولة أعطيك مثال مبعد الصومال الصومال مرضت في حرب أهلية نعم صومال كان عندي متأخرة لمدة 30 سنة حرب أهلية صحيح يعني ماكو شي صحيح ما في استقرار سياسي الآن صارت اتخابات هدث الأوضاع واتفقت مع البنك الدولي ووقعنا وياها اتفاقية ترتيبات مالية نعم أنا قرضي ما تسدد بس العداد شقال فوائد شقالة بس القام ما حصل نهائيا نعم ففي يعني هي بالنهاية هي عاد جدولة اصير ترتيبات الواحد طبعا في أشياء في بعض ساعات وصير في عقوبات دولية ما يصير انت ما تقدر يعني حتى لو حتى لو الدولة بتعطيك فلوس بتسدد لك ما تقدر لأن البنك البنك مالي ما يقدر يأخذ فلوس منها صحيح لأنها على عقوبات دولية صحيح بس أصل القرض لا يصد نعم طيب احنا بنتكلم عن جانب ثاني قبل شوية تكلمنا عن موضوع الكوادر اللي يتم تدريبها من خلال الصندوق وش كثر ممكن هذي النوع ينمي عندهم الخبرات ينتقلون سواء كان في الكويت أو حتى قارج الكويت طيب ذكرت قبل شوية انه في كوادر جدا مميزة ومهندسين عباقرة عندنا في الكويت هل في طريقة لتوظيف المهندسين أو حتى طريقة التوظيف في الصندوق هل في طريقة معينة يتم من خلالها شو البرنامج هذا أول ما تطبق كان كان المانديت مالا كان عساس ما يتوظفهم بالصندوق نبي مشتغلون برضه نعم بس أعتقد طبعا المشكلة هي حسب الاحتياجات اللي عندك الشواقر أو الوظائف عندك بالميزانية يمكن احتمال بشهر 12 ندل الإعلان عشان المهندسين أعتقد راح أفتح حق اللي ندربناه لعنى أبو أبداللايف هناك يعني ناس تكلم تقول الصندوق التمية الكويتي مغلق وحكر على مجموعة وأشخاص معينين لو مثلا أنا ودي أتوظف هناك عندي طموح معين أني أنا أشتغل وأعمل مع هذا الصندوق صعب الوصول إلى الوظائف اللي موجودة هناك هل أنتو عندكم اعلان سنوي تطلبون وظائف عندكم معايير اشتراطات معينة تخصصات معينة الأصل حسب القانون حسب الأنظمة المحمولها لازم إعلانات لازم لازم إعلانات يعني التثناء اللي حصل الوقت الكورونا صحيح وقت الكورونا حتجنا موظفين ما تقدر تعلن لأنه راح تتجمع مش عارف إيش عندنا طلبات موجودة تقريبا طلبات كنا يوميا نقينا منهم بس الإعلان لازم هل معايير صعبة والاشتراطات صعبة لا لا حسب الوظيفة حسب الوظيفة شنو التخصصات اللي تعتاجوا لها حسب قلت لك أنا يعني أنا ترى حتى يعني أخذت موافقة من مجلس إدارة عساس مبنى مقر جديد أنا الكباسيتي اللي بدي الكباسيتي عندي واصلة 95% جميل يعني ما بق ربعة ما سوينا فيها مستر صحيح عدد موظفيني الحين حاليا تقريبا 443 الماكسيمم مالي يعني تذكر يمكن تقريبا 500 بس شنو حسب الميزانية أقلب تعيناتي السنوات الأخيرة هي شواقر حتى الميزانية الحالية اللي طلبنا في وظائف أجلت بسبب الميزانية والاشتراطات اللي صالة نسبة التكويت بالصندوق أو عالية 97% جميل نسبة حلوة نسبة حلوة طيب لو نتكلم عن يعني مشروع رعاية المتفوقية الثانوية وهذه أحد المشاريع اللي متبنينها من خلال الصندوق كن من متفوقين كل المتفوقين كن من المتفوقين كن من المتفوقين هذا برنامج فكرة جت من إدارة الإعلام حلوة بالتعاون مع ودارة التربية طبعا وقفنا في فترة الكورونا والسنة رح نبلش مرة ثانية رح نعودة عد رسمية الفكرة الأساسية ناخذ المتفوقين الثانوية العامة من الجنسين من الإناث والذكور مجموعتين بالتعاون مع ودارة التربية كل مجموعة يأخذون معهم أعتقد أثنين مرشدين أو مرشدات وموظفين إدارة الإعلام يروحون قروب البنات يروح دولة وقروب الأولاد يروح دولة عادة بعض تصير مفاضلة رضا على البنات وين يروحون وما يقوم فيه يروحون يشوفون الدولة اللي فيها مشاريعنا تجربة حلوة وائد طبعا سنوات فيها من التجارب اللي يعتز فيها جميل عندنا تقرير وعبد الله عن الدور اللي تقومون فيه وهو طبعا يعني يواكب سنقول الدعم الخارجي والاستراتيجية لسياسة الخارجية للكويت سنرى هذا التغرير ونرجع لك تالي ستون عاما مضت على عطاء الصندوق الكويتي للتنمية وفي دعم قضايا التنمية بالدول النامية حيث أصبح الصندوق الكويتي شريكا في مسيرة التنمية الدولية من خلال القروض والمساعدات التي يقدمها أو المنح التي تقدمها الكويت وقد بلغت مساهمات الصندوق في مساعدة الدول المستفيدة لتحقيق التنمية الاجتماعية منذ إنشائه وحتى العام الحالي نحو ألف وثمانية قرضا بقيمة بلغت 6.7 مليار دينار واستفادت منها 107 من دول العالم وشارك الصندوق في اجتماع مجموعة العشرين وقام بإعادة جدولة الأقصاد والفوائد المستحق سدادها والبالغ قيمتها 62.4 مليون دولار أمريكي ومن أهم مشاريع الصندوق مؤخرا تطوير شبكات نقل الكهرباء في البحرين ومحطة توليد كهرباء في جيبوتي وتطوير ميناء صباح الأحمد للغاز الطبيعي في الأردن وإنشاء وتجهيز مدينة لعلاج السرطان في تشاد والتطوير الزراعي في دولة بينين وإعادة تأهيل طريق في السنغال وتمويل ثلاث مستشفيات في سيراليون وبناء وتجهيز ثلاثة مدارس ثانوية للبنات في كوتيبوار وتشييد المستشفى الإقليمي في الكاميرون والزراعة الأسرية في غينيا بيساو وبرنامج عمليات أوغندا للتنمية المحدودة وتطوير مياه الأراضي المنخفضة في ليسوتيو وإنشاء مركز صحي للأورام في بيلاروسيا وطريق أسيكول الدائري في غيرغستان وإنشاء جسر في بنغلاديش وتحسين وتوسعة مطار المالديف وتجهيز مستشفى في نيكاراكوا وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في كوبا ماشاء الله المشاريع كثيرة الخارجية والدول المستفيدة من هذه القروض كثيرة وهذا ندل على دور الصندوق الكويتي لدعم هذه المشاريع وبالنهاية هي أداة دبلوماسية نقدر نقول خارجية من خلال الصندوق التم نبي نختم موضوع المفاضل الذي تصير ما بين تنمية المشاريع الخارجية سيد مروان وما بين احتياجات المشاريع الكويتية شنو حابنا أنت تقول عن هذا الموضوع في ختام يعني حوارنا اليوم دعنا نختي أسرار شاكر لتشاهد سوار شوفي دعونا نتفعل على الشي الصندوق الكويتي لا ينفذ مشاريع نعم الصندوق الكويتي يمول ويراقب تنفيذ مشاريع جميل واضحين الآن كوني سويت شارع في دولة ما شارع شحلو مو معناته أنا لو أبسوي بالكويت راح أسوي حلو لأنهم اللي بنوا لأنهم اللي بنوا وأنت دعمتم بالمال أنا دعمتم وراقب تنفيذه جميل فلما يكون عندي شارع منذين بالكويت مو مشكلة الصندوق الكويتي الخمار اللي بنى الشارع المهندس والشركة أنا ما ما قدر أتكلم أكثر من شي حالك فلون المشكلة بالسوشال ميديا اللي صاير سويت هنا ونسيت نهني صحيح طيب هني أكو زارة أشغال أكو عمل زراعة في مؤسسات في مؤسسات أنا مو شغلي طبعا لحظت الشي هذه واحدة الشي الثاني رقابتي على تنفيذ المشاريع في الخارج ما عطيتني القوة والصلاحية لأني أقول إي ولأ أنا ما أقدر أتوى هذا صحيح يعني عشان أبسطها أنا ومو على متوى حتى مراقب الإقليم نفسه باستطاعته يرفض قرار لجنة مناقصات في دولة ما الفريق الفني سوى لها مذكرة على المناقصة الفلانية عند الصلاحية وفيها شيء غلط عند الصلاحية أن يرفضها وما ترسوه الشيء صحيح صلاحيات تختلف صحيح فهذه يعني يجب على الكل أن يحط في اعتباره أنا ما أنفذ مشاريع الصندوق الكويتي ما ينفذ مشاريع الصندوق الكويتي يمول ويراقب تنفيذ مشاريع وأيضا من ضمن هذا التمويل 25% إلى المشاريع الإسكانية في الكويت وهذا صراحة دور كبير تقومون فيه في النهاية نختم ونقول لكم عساكم على القوة أنت ومثل ما يقولون دائما مبيضينها خارج الكويت وهذا يعتبر خنقول جناح خيري نقدر نقول داعم للمشاريع التنموية في الدول التي تحتاج مثل هذه الدعوم كل شكر لكم على نجاحكم ونقول لكم ألف مبروك على هذا النجاح ولأن الناس يشوفون هذا النجاح فيتمنونه بالكويت لكن مثل ما قلت أبو عبد الله هناك مؤسسات هي مجبرة أن تقوم بهذه المشاريع في الكويت سواء كان عن طريق الطرق أو غيرها نختم معاك ونقول لك عساكم على القوة أبو عبد الله كل الشكر لكل الطاقم اللي موجود في صندوق الكويتي للتمية العربية ومنها إلى الأعلى بإذن الله ما أقول لها الحمد لله رب العالم الحمد لله شكرا